اونا اويل بالتعاون ايضا مع الشركة الاسترادية اللي هي نيتين وفشور يعني هم دخلوا يعني هذا الرجل اللي اعتقل اليوم اللي هو راشو الو هذا اعتقل في مدينة برزبن بسطيك معلومات عنا حتى العراقين يترون ماذا حصل اليوم في سدني تم اعتقاله في مدينة برزبن وبعد ان جمع هذا الملف تسع سنوات استاذ احمد الشرطة الفيدرالية الاسترادية تسع سنوات تحقق في اموال العراق المسروقة تسع سنوات يحققون وشمل عشر دول هذا الملف عشر دول طبعا هناك شركات امريكية بريطانية استرادية مثل سنغافورية هي هاي شركة سنغافورية اللي حضرتك اشرت الى الرقم وهو هاي شركة في سنغافور سوا باصل الجماع والجماع الوياب العراق سنة الفين وسبع تاعش ألقت يعني وجهت الهيئة النزاق العراقية وذكرت تبض على الشخص اللي وقع العقد اللي هو السيد القريشي عدي القريشي يصبع داعش اتناعيش هاي شركة هو هذا الرجل المسؤول عن إضرام هذا العقد مع هذه الشركة بل إذا لك سيتم نقل الرئيس السابق لشركة يعني هو هذا الرجل الى سيدني ومحكرة الشهر القادم ستكون في مدينة سيدني يعني في اللوكل كورت شخصين أيضا منجهت لهم انتهامات من استراليا نعم واحد منهم في آسيا والشخص الآخر في أوروبا طيب الأشخاص المتهمون في العراق هم نعم رئيس وزراء سابق وزيرين نفط سابقين ورئيس شركة نفط الجنوب العراقية الشركات النفطية يعني الخلاصة استاذ أحمد كل كل عقود توسعت الطاقة الانتاجية النفطية في العراق كلها فاز الخلاصة من هذا هذه يعني خليسمع العراقيون الأونا أويل هذا ملف فساد عالمي هذه كل شركات العالم النفطية متورطة بهذا الملف هذه قضية عالمية يعني شركات النفط عملت في ليبيا عملت في السعودية عملت مع كل الدول النفطية ولم تحدث مثل هذه الفضيحة لتظه 분 props تج Liberation أفضلا قامًا قامًا بالتخرج قامًا قامًا شكرا